وهي انه هناك كلمة هذه الكلمة حاولوا انهما يمحوها من سجلاتنا لو يطولوا يحاولوا يمسحوها من القرآن او السنة بيحاولوا لكانوا يعملوا كده لكن لا حيقدروا يمسحوها لا من القرآن ولا من السنة ولا من وجود الامة ايه الكلمة دي بقى اللي الكلمة التي تقض مضاجعهم التي تفزع منامهم التي تحير أفكارهم التي تحزنهم وتكئبهم التي تعطل مصالحهم التي تقف حجر عثرة امامهم انها كلمة الجهاد كلمة الجهاد في سبيل الله مصطلح ظلم ظلما شديدا وعلشان كده خلوا جماعات الالعيب السياسية اسميهم جماعات الالعيب السياسية اللي بيحاولوا لهم يخلطوا الدين بالسياسة باسلوب فج وقميء اللي استحلوا الدماء واستحلوا الاعراض واستحلوا الاوطان اللي استحلوا كل شيء في الحياة خلوهم يستخدموا كلمة الجهاد كتير علشان تبقى الجهاد مرتبط بالإيه؟ بالإرهاب فبقى كلمة جهاد معناها انك إرهابي ومعنى كلمة انك بتجاهد في سبيل الله انك انت راجل عاوز تقتل الناس وتتبح رئابهم وتسفج دماغهم وده ظلم بين الجهاد لا ليس مقتصرا على الحرب وليس مقتصرا على السلاح ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول على القرآن بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام وجاهدهم به جهادا كبير جاهدهم بالقرآن يبقى فيه جهاد بالقرآن ايو فيه جهاد بالقرآن اصلهم مش فاهمين لغة اللغة العربية عندنا واضحة المعالم واضحة المغازي كلمة جهاد معناها ايه؟ يا حضرات السادة المشاهدين كلمة جهاد اسمع التعريف اللي حيكون مفاجئ للكثيرين منكم كلمة جهاد معناها بذل الجهد هقول تاني كلمة جهاد معناها بذل الجهد بذل المجهود بذل المجهود تدايقك بذل المجهود تورم دماغك بذل المجهود تحرجك بذل المجهود انت شايف فيها تحريض عليك لما انا بقولك انا ببذل مجهود في شغلي تدايق انا ببذل مجهود في درافتي تزعل انا ببذل مجهود في الحفاظ على وطني تتقمص لحول القطئ الا بالله كلمة جهد جاية من الجهاد كلمة جهاد جاية من الجهد يعني معنى ذلك ان بازل المجهود او بازل التعب والمشقة والعناء هو دوة اللي المفروض على الانسان انه يعمله سواء في الدراسة او في العلم يبقى فيه جهد في العلم وفيه جهد في الدراسة الطالب بيجاهد في جمعته ودراسته عشان يتفوق ويخدم وطنه ويخدم مجتمعه والعامل بيجاهد في مصنعه علشان يخدم مصنعه علشان يخدم المنتج اللي بيقدمه علشان يقدم مقاييس الجودة والمرأة السيد ست البيت الكريمة المحترمة بتجاهد في سبيل الله بانها تحافظ على بيتها وعلى اولادها وعلى نظامهم وعلى نظفتهم وعلى صيانتهم وعلى تربيتهم وعلى متابعة واجباتهم يا جمانتو يعني انا عاوز اقولك على اي ام دلوقت قاعدة بتسمعني الهات الكريمات اللي متحملين فاتورة التعليم خد بالك الرجالة مش متحملين فاتورة التعليم دي دي الستات اللي متحمله الست اللي بتصح من النوم واللي بتأكل واللي بتلبس واللي بتحمي واللي بتشطف واللي بتنظف واللي بتجيب الادوات المدرسية وتوصل الولاد للمدرسة وتستقبل الاولاد من مدرسة واتبعهم هما بيحلوا الوجبات وما استجد من تكنولوجي خاص بالدراسة والدراسة عن طريق النت وخلافه ومتابعة الواجبات كل كلام ده رجالة مش حسين به إلا من رحم ربك إنما في العام المطلق كل الفاتورة بتاعة التعليم اللي بتدفعها المرأة المصري خلينا نتكلم بصراحة ولعن الله قوما انضاع الحق بينهم ده مش جهاد الست دي مش بتجاهد اللي قال لك عليها الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا واحدة بتجهز شعب واحدة بتجهز مجتمع يبقى مش مجهدة في سبيل الله